سلام المغرب حققت نتيجة صافية قاربت 400 مليون درهم برسم سنة 2023 أي ارتفاع بنسبة 7.1% مقارنة بسنة 2022 وفق المدير العامل الشركة يحيى الشريبي خلال مؤتمر صحفي لتقديم النتائج السنوية للشركة موضحاً أن رقم المعاملات الإجمالي ارتفع ليبلغ أزيد من 6 مليارات درهم رغم السياق المتوتر لقطاع التأمينات نظراً للتضخم البلغ 6% برسم سنة 2023 فإن السنة كانت مواتية بشكل عام فلهذا التضخم أثر على القدرة الشرائية للزبناء الأمر الذي أخضع أسعار التأمينات للضغط ورفع من التكاليف خاصة ما يتعلق بإصلاح السيارات برسم الفصل الرابع وحده بلغ رقم المعاملات الإجمالي للشركة ما يناهز مليار درهم أي بنمو نسبة 4% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المالية الماضية ترجمة نانسي قنقر